قالت لطفلها سأهبك عمري وعنت ما قالته وعدت سارا لامونت البالغة من العمر 36 عام طفلها جو الذي قد أصيب في الرابعة من عمره بمرض في كبده بأنها ستهابه عمرها حتى لو كلفها الأمر التضحية بنفسها من أجله سارا وهي أم لثلاثة أطفال ماكس إيف وجو لم تفكر مرتين في تقديم المساعدة لطفلها جو الذي يعاني مرضا في كبده حتى لو كلفها الأمر حياتها فهي لن تهبه جزءا من كبدها فحسب بل ستكون المتبرع له بكلية من كليتيها بعد عمليته الأولى لأنه أيضا مصاب بمرض الكلا تقول سارا أنها لم تفكر بنتائج حبها اللامحدود هذا لأن غريزة الأمومة لديها تحتم عليها القيام بهذه التضحية في وقت هي تعلم جيدا أن إعطاء كلية لطفلها سيشكل خطرا جديا على حياتها وبخاصة أن جزءا من الكبد ليس موجودا ولكن بالرغم من معرفتها بمدى خطورة الوضع لم تتردد ولو لثانية واحدة بالقيام بهذه الخطوة فالوقت ليس بمصلحة جو وحياته أهم من حياتها يذكر أن جو يغسل كليتيه منذ ولادته ولكن لا يوجد أي جهاز يقوم بالوظيفة نفسها للكبد سارا تعلم جيدا ما الذي ينتظرها وتعلم جيدا أنها قد لا تعود من العملية التي ستجرى قريبا على قيد الحياة إلا أنه يكفيها أن تطمئن بأن جو سيعيش وسيكبر ليصبح شابا كشقيقيه بعد أن أكد لها الأطباء فور ولادته أنه لن يعيش لأكثر من ستة أشهر لكنه بطل ومكافح ويستحق الحياة ربما أكثر منها سارا هي مثال للأم العظيمة المضحية والتي تبذل حياتها وعمرها في سبيل أطفالها على أمل أن تنجو ويكتب لها عمر جديد ترى فيه أطفالها شبابا وبصحة جيدة أمامها